سعيد الآن يوم الخميس 15 فيفري 2014 بقسر قرتاج على موقف أداء اليمين للسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي هذا خبر مهم يعني فتحي النوري معنتها شخصية معروفة شخصية أساسية سعانة والحاجة نهنيه على الدور هذيئ هو شخص ليس غريبا على البنك المركزي هو شخص يعني كان عضو من أعضاء مجلس الإدارة إلى أن خذير روتريت متاعه عامين التالي شخصية معروفة وأستاذ اقتصاد مشهور ومعروف وعنده الأراء متاعه اللي دفع عليها وانا كان معانا دير في المركز البحث سيزما في الفريق حول فينونس 22 والشخصية احترموها جدا يبقى أنه التعيين هذيئ يحسم الجدل ساعة حول الله التمشينا للدور سيئخز تماما ما عندش عادو علاق بلانت خبير ما اي مهم جدا ما خبر مهم لأنو آآآآآ صاي انتهى ما يعني كان واضح ماروين العباسي مش مش يكمل آآ مش يخذ منده واحدة إخرى آآآ ماروين العباسي اللي آآمعناها واضح كان تعادو تموحات سياسية في فترة من الفترات وعنده تصورات ربما مش بالضبط متابقة مع التصورات رئيسي الجمهورية آآآ التصورات اللي هي تأكد على استقرالية البنك المركزي وبرويل عبيسي جاي من خلفية مؤسسة تمويل الدولية اللي علاقة الرئيس بها مايش علاقة بالضرورة منسجمعة ويعني ماخذ مسافة منها وعنده تصوره حول إملاءات صندوق النقد الدولي ومجموعة من المسائل. تعيين فتحي النوري بار كونتر. أنا نعرف مواقف أستاذ فتحي النوري اللي هي مع استقرالية البنك المركزي هو مواقفه اللي نعرفها على الأقل. معناها ما هوش ضد مواقفه عموما شخصية زادة معتدلة في اللي هي اللي بيرالية واللهي معناها عندها طابع يسيري. شخصية براجماتية أكثر منه أي حاجة. اختصاصه الكبير المهم وكان ديما يتحدث عليه هو كيفاش البنك المركز يلعب دور أساسي بار كونتر. على قد ما هو موافق على مبدأ استقرالية البنك المركزي. لكن ديما كان يرى اللي البنك المركزي يجب أن يلعب دورا بغض النظر على كل التشريعات لتوفير الطاقة والمواد الأساسية. بمعنى أنه يلزم يتدخل بش نشريه طاقة ونشريه مواد الأساسية. وهذا دور لا يمكن التغاضي عنه. ونتصور اختصاصه. اقتصاد الطاقة يعني كل ما هو علاقة بين الاقتصاد والطاقة ذلك اختصاصه الدقيق. يعني ونعرف اللي نحن المدة جاية آآ عندنا مسألة اساسية اللي هو شراءات بتاع تونس في خصوص النفط وفي خصوص المواد الغذائية الاساسية. لأنه عام جفاف. وبالتالي الشراءات متاعنا في المواد الاساسية بسيكون كبيرة. شنو دور البنك المركزي في الشيء. هذين اللي نعرف اللي هو يدفع في الاتجاه هذين. البنك المركز يلزم يلعب دور للتسهيل شراءات الدولة. إذن دور على مستوى العملة الصعبة. توفير العملة الصعبة لذلك. وهذا بالتالي نتصور هو موافق على الترخيص الاستثنائي لللي صار. واللي مهوش منسى جمعة أرأو على قل اللي نعرفها. بخبار مهم يزم وقت مش نفهمه. نسمعوه زادة نتصور هو بشي قدم تصوره. وعلى قل هذا المفروض يقدم تصوره على مستوى البنك المركزي. تعيين هذين جاي في إطار زادة التنظيم القديم للبنك المركزي. يعني الرئيس هو اللي يقترح المحافظ. لكن هل يتم المصادق عليه في مجلس النواب والله من يش بثبت. مهم جدا إذا كان يمشي المجلس النواب ويعطي التصور متاعه والرؤية متاعه أنه يقدم لنا برنامجه وشنوه يراه دور البنك المركزي. مهم أيضا التعيين يعني من التعيينات القليلة ربما شخص معروف على مستوى الرأي العام. خطف العادة التعيينات الرئيس أشخاص ما همش معروفين. ما عندهمش تجربة طويلة في الدولة. هذين يخصر على المستوى الرئيسة الحكومة خاصة دي ما نكونوا شخص. هنا عاد شخصية معروفة على مستوى الرأي العام تصدر مواقف وتصدع مواقف موجودة في النقاش العام شخصية للمتابعة. للمتابعة فجأتني أنت تأو بالواحد. تأو تأو تأرق بشي. ونهاني وهو مرة أخرى على كل حد. هاو سرحان بعد شوية بشي شوفنا مسألة البرلمان التي تسألت عليها بيخلني خذولها على التعيين جديداً لنذكره. أشوف رئيس الجمهورية قيسة سعيد اليوم على موكب أداء اليمين لسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. مش نمشي في نفس التواجه اللي يمشي فيها تارق الكحليو يقول لك خلافاً لكل مراني رئيس الجمهورية قيسة سعيد دائماً خاصة على مستوى رئيس حكومة. شوفنا مع سيدة نجلة بدن سي الحشيني وكل معناه يقول لك دي ما أسماء غير معروفة من خارج الساحة ومن الأسماء المتعرفة بالرأي العام على مستوى مواقفها اليوم يجي شخص معروف على مستوى المواقف الاقتصادية امتعه ورؤيته دي الجانب الاقتصادي الجانب السياسي مسألة استقلالية البنك المركزي. شنو يناجم نعيلكم هذي كطير حزب دير ديمقراطي زياد. ورأيك فيما يتعلق بالانتخابات وبعد ننخذ رأيك. بخلنا ننقضوا في النقطة هذي ونقضوا في النقطة هذي ونمشوا الانتخابات هذي وبعد نعطيكم تعالقوا على الانتخابات لكلام اللي قالوا سي محمد تجال ليانا الانتخابات جملة برك في نقول لك في نخص عاريكم على الموضوع بدايب تستلسل. ليلة بعد بش نعكيوا على الانتخابات شنعتيكم وقتكم يال. الحقيقة هذا بالنسبة لي نصف خبر معناه اسم محافظة البنك المركزي معناها شكون شنو الاسم الحقيقة ما ما يعني ليش كثيرا بقدر ما يعني ليش نوال الفلسفة وراء هذا التغيير معلومة لابد ان تكون كاملة سينا في علاقة بما المفروض يسير قبل التغيير هذي يعني يسير النقاش هذي قبل التغيير وذيك عليش فهم مشكلة كبيرة لا يجب التطبيع معها ويجب التذكير فيها دائما وثير تكون هناك تحذيرات لتغييرات داخل الدولة التنسية بهذا الحجم وبهذه القيمة يفترض انه تكون هناك ثقافة البلان تقييم ماذا انتجه وماذا يمكن ان نغيره وما هي النجاحات التي يجب المراكمة آآ عليها انما آآ تغييرات هذي هو التدقيق زياد هو مش تغيير هو مونداء وفيت اي 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 هو مونداء يعني يعني مهوش آليا يقع تجديد في المونداء يعني بالتبع عنو كيتو في المونداء ينجي معايا نحدث يتكي ما يجدد ويعني في نهاية الامر مسألة بهذه القيمة تستحق مش انه نسمع بها تدقيق الآن ونحن هنا في البلاتو وكأنه دون سابق انظار ودون اي حديث مسبق حول هذه العملية حول مشاكل اللي وقعت فيها المالية العمومية حول تعطل الموضوع متع الاتفاقيات مع المانحين حول اخذ قروض معناها مشتة لتزديد قروض اخرى وبعدها نخرج ونقول انه خطر سيد محافظ باكر الملكة زي نتوا واختلي سمعت الاسم بانشوف ما ونحن رعاية في البلد الريا ذلك رجعت نشوف هكا فيسا فيسا نقاها متابعة جيد للكوب دافريك دانيار مو مهبت معناتها برشا استاتويات مركز معناتها في وسط هكا متفرقات حول العالم يكتب برشا على الفيسبوك متاعه وصديقي بالمناسبة على الفيسبوك واخر حاجة نقاها في السياسة هو شكره لوزيرة المالية واعتبرها شخصية العام وشخصية السنة على اعتبار ربما يراها انه مسألتها ما نعرفش لكن نتصور بلكش رأى انه انجاج تخلص ديون على كل حال انا شو نقول انه ميكون شما ديباء حول العملية هالي تقييم وهوا وعليش بدنا هذا موضوع يذكرني بموضوع تغيير رئيس الحكومة بلينة منهار علش حتينا مدام ناجلة بودن ومبعد علش حتينا طرف اخر فبالتالي الموضوع ما هو الشخصي ان لا نعرف بودن وحتى كان نعرفها ما بدل حد شاي ولا نعرف حد شاني وحتى كان نعرفه ما بدل حد شاي الموضوع هو طريقة ادارة الدولة هل هي دولة مفتوحة لمواطناتها ومواطنيها وقاعدة تناقش وفاهم روحها ويماشيه باش على الاقل اللي عارض فاهم روحوا فيش عارض واللي مساند فاهم روحوا فيش يساند ويكون عنا لونتي انتلكتويل باش يقولوا راهوا هاو بلادنا وين قاعدة ماشيا وهاني انا هاو الصعوبات اللي قاعد قاعد مستعد باش نواجهها وفي هذا الاطار قاعد نبدل وقاعد غاية حتى تكون عملية وارح لكن مع الاسف مرة الاخرى مؤصف كثيرا في تاريخ تونس هذه الجديد انه تصبح الدولة اكثر انغلاقا من احلك الفترات في عهد بن علي لانه حتى في عهد بن علي وقت اللي كانت المناصب هذه هذه تتمس وتتبدل في تسعة وتسعين يتبدل الغنوشي ولا نذكر حتى تغيراتها على مستوى رئيس الحكومة وقت اللي يخرج يخرج لا يرحمه القروي يخرج محمد الغنوشي الموضوع كان فيه نقاش حتى كانت نقاش سابق ونقاش بعده ثم بعد ذلك رأينا الركود الاستثنائي والنهائي وانه بالفعل معناتها ولا تمسكرا عاودنا رجعنا لنفس العملية يفترض نعاود نقول لتوينسا من حقكم اليوم منصب بهذا الحجم مش الراوه هكاكا اداء يمين ومن مفروض الرئيس يتكلم محافظة البنك المركزي يتكلم ولما لا في ثقافات اخرى محافظة البنك المركزي القديم كذلك يتكلم لانه حديث كثير حول شخصي وبين رئيس الجمهورية ومحافظة البنك المركزي القديم وخوفي ان الدولة تدار بطريقة النزاعات الشخصية وقتل يكون فهم برود وقرب وهو شخصي نسمى رأيك احمد الحميمي بعد حميمي عفوا وبعد سرحان الشيخاوي يقول لك التعينات الفشئية جدا منصب مهم جدا محافظة البنك المركزي التونسي مهم جدا نعرفه في اي سياق تم اختيار هذا الاسم شكون الشخص هذا مهم جدا نسمعوه وشنوى وجهة النظر المتاعو فيما يتعلق بالعديد منها بايجهز خطر بشاطئ والمقرش تتكلم ذات عنا ما وذيع اخرى حسب القانون الرئيس يقترح المحافظة مجلس مجلس النواب هو من يصادق على تعيينه بعد شوية والسايد قد اليمين يعني لا فهم اشكال هو الهني خنثبته منها يعني نحن نرمال مور القانون المنظم يقترح الرئيس ويصادق عليه المجلس القانون الاقديم معناه نشوف وشنوى بالحق هذي على مستوى المسألة هذية خلسمو احمد عملنا مجلس نوابشي صادق رابطة باش العبدة تعيش وتشوف وتناقش مالي حطو كم هاي نسوى احمد فهم يزاق المجلس يانو بشي تقدم الرؤية متاعو اكيد بشيكون عندو كلمة بشي جو رؤيتو ووجهة النظر المتوفم يتعلق بالعديد من المسألة الاقصادية تفاضل احمد جالبا خليه يا زيدي كم اداء اليمين يال اي تفضل اي طبعا ما تقطعوش يا زياد ما نقوله لش نقوله للا ما اخرج كما قلت انتي مانا احنا نقوله مالك مبروك مرحبا بيك مرحبا بيه ان شاء الله يكون عندو حاس ما سمعت طوى من الاراء رجل معناها المفروض رجل اقتصاد واقتصاد طاقي معناها ان شاء الله ان شاء الله نمشيو كما ان شاء الله نتمنىولو انو ينجح في مهام ونحنا نستنىو انو مش مش مسبقا نسمعوه قبل نحنا نحنا دهو طوى هو جاي بش نسمعوه معناها الليانو رئيس الجمهورية منظنوش يزموشي شاورنا قبل ما يحط واحد يشاورني انا ولا يشاور حد اخر يزمو الرئيس الجمهورية حسب الدستور خمسة خمسة ووشين جويلة هو مر يراه اصلحا اصالحا لذلك المنصف هو يكلفو بيه معنا ما نقعدوش نحنا مش نمشي نشاور فلان والفلان هناك مجلس نوب شعب وهناك رئيس الجمهورية وهناك رئيس الحكومة التي يتم تنقيس التنصيق ببنيتها الليانو مؤسسات الدولة وسنرى ما سيقدم لان المرحلة الحالية مرحلة صعبة كما قلنا بمطرة فترة جفاف مرنا بها وخستان تونس بشمشي في نحو شرايات كبيرة في طاقة وفي المواد السيء مقامح ومخالف ذلك نتمنى له كل التوفيق أخي قمان بعضهم نشوفه نعرفه نشوفه أكيد سيكون له كلمة لما بعد لقاءه برئيس سيدة رئيس الجمهورية ربما بعد قليل ينزل هكذا تعودنا معناها تعودنا في أغلب الحالات انهم يكون يعمل يقدم تصريح وانشانا مش نشوفوا شنوه التوجه والفكرة الجديدة اللي بشي بها البنك المركزي آآ ملا نستنى نستنى ان شاء الله حسب ما ثبتت الفيديو ما فيهش كلمة أربعين ثانية ما فيهش كلمة هنا في الأعداد قاعدين نحب وزيد ونثبته أكثر في مسألة إلي اليمين والبرلمان والمصادقة عليه في البرلمان آآ نسمو نقراه هذا التعيين أو هيت هي التسمية يا أحمد وزيد منفضلكم أحمد منفضلكم أنا بش نرجع منفضلك وصلت صوت نسمع سرحان حقو يحكي معكم سرحان ناشيخا ويال ما نجموش نخرج التسمية ذي في إطار السياق العام اللي سير مؤخرا فيما يتعدث من الحديث عن استقلالية البنك المركزي حديث رئيس الجمهورية في أكثر مرة أنه استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي لا تعني استقلاليته عن الدولة التونسية القرض الاستثنائي اللي تمت المصادق عليه مؤخرا في البرلمان وهذه هي التسمية سياق العام سرحان تفضل أولا نقبل ما نحكيه على محافظة البنك المركزي الجديد نحكيه على محافظة البنك المركزي اللي انتهت مهام مروين العباسي في الفترة اللي كان موجود فيها علاقته برئيس الجمهورية لم تكن علاقة جيدة بالمرة لأنه زوز شخصياته ذوما من مدارس مختلفة تماما مروين العباسي من أنصار استقلالية البنك المركزي وكان من أكثر الناس المدافعين على استقلالية البنك المركزي وقيام البنك المركزي بدوره الأساسي في علاقة بالتوازنات المالية وهو متشد المدافعين عن هذا التوجه مروين العباسي تم في فترة من الفترات الحديث على أنه سيكون رئيسا للحكومة فما حتى حديث في الكواليس على أنه تم وعده بأن يكون رئيسا للحكومة بعد تم التخلي عليه لكن في الفترة الأخيرة اللي كان موجود بها كان واضح للرأي العام التونسي أنه علاقته برئيس الجمهورية كانت علاقة باردة جدا حتى في بعض اللقاءات اللي كان فيها موجود مع رئيس الجمهورية خطاب الرئيس كان حادا جدا وكانت أغلب العبارات موجهة إلى مروين العباسي وبالتالي أحنا قلنا سابقا أنه صعب جدا أنه مروان العباسي سيواصل بقاءه على رأس البنك المركزي خاصة بعد أن المدة متاعه انتهت في الأيام الماضية إذا مش نحكيه على محافظة البنك المركزي جديد في فتح زهير النوري تقريبا هو أقرب من مروان العباسي إلى رئيس الجمهورية في علاقة بالكثير من المسائل تقريبا خطابه في علاقة بمؤسسات المالية المانحة يقترب كثيرا من خطاب رئيس الجمهورية في علاقة برفض الإملاءات في علاقة بأن السيادة الوطنية وضرورة أن نناقش الملفات هذه الند للند هو قريب جدا من رئيس الجمهورية في علاقة بالمسألة هذه أيضا حتى في الفترة الأخيرة شفنا بعض التصريحات التي كانت يعطيها تصريحات تقنية اقتصادية لكن فيها سبغة سياسية يعني فما قرب كبير لرئيس الجمهورية وللفكر الذي يدور فيه رئيس الجمهورية والقاعدة الفكري لرئيس الجمهورية هو نقطة لازمنا نوضحها أنه فما برشة حديث على أنه تم طردهم من البنك المركزي لكن تم تصحيح المعطى هذا هو خرج كان موجود في إدارة البنك المركزي وخرج تقاعد تم اشتردهم من البنك المركزي وبالتالي المسألة هذه يعني يجب توضيح لأنه برشة ناس حكيوا على طردهم من البنك المركزي الآن نتحدث عن المستقبل أعتقد أنه مستقبل البنك المركزي سيكون ملامحه وستكون ملامحه مخالفة لتاريخ أو ماضي البنك المركزي في علاقة باختلاف الشخصية الموجودة فيه يمكن حتى نتحدث على بعض التغييرات في علاقة بالقانون الأساسي البنك المركزي ستكون أكثر سلاسة من وجود مروان العباس الحديث على أنه محافظ البنك المركزي يمشي للبرلمان تتم المصادقة عليها ولا مهم جدا من الناحية التقنية القانونية ومهم جدا أن نحافظ على الإجراءات لكن من الناحية السياسية لا قيمة لعارض محافظ البنك المركزي على مجلس نواب الشعب لأنه مجلس نواب الشعب الناس كنا نعرف تركيباته الحالية وهي تركيبة ما فيهاش نفس معارضة لرئيس الجمهورية يتحدث على بعض التقيحات التي صارت في قانون المالية تقيحات شكلية يعني البرلمان بتركيبته الحالية صعب جدا أن يصوت ضد إرادة رئيس الجمهورية وبالتالي فأنه مسألة عرض محافظة البنك المركزي تنجو تكون مسألة دستورية مهمة جدا مسألة قانونية مهمة جدا مسألة جرائية مهمة جدا لكن من الناحية السياسية لا قيمة لهذه المسألة لأنه إذا تم عرضه على البرلمان الناس كنا بشتصادق عليه فقد تقعد المسألة أنه يؤدي اليمين قبل ما يتعادى بالبرلمان هذه مسألة فيها الكثير من الإشكاليات هنا نجم نحكيه وزادة ابتسام على المستقبل هذا في علاقة ب لأنه نشوف في الفترة السابقة كنا نشوف خلافات كبيرة موجودة بين وزيرة المالية وبين محافظة البنك المركزي لهم كانوا تث شخصيات وزيرة اقتصاد ووزيرة المالية ومحافظة البنك المركزي هما ضمت ثلاث قطيرات أساسية للاقتصاد التونسي خرج وزيرة اقتصاد قاعد وزيرة المالية ومحافظة البنك المركزي كان موجود خلاف بينهم الآن تقريبا بش نشاهد انسجام كبير بين محافظة البنك المركزي كان يحكي زياد قبيلة على أنه يعتبر وزيرة المالية من الشخصيات المهمة جدا في تونس وبالتالي يعتبرها شخصية سنة وبالتالي بش نشوف انسجام كبير بين وزيرة المالية ومحافظة البنك المركزي السياسات المالية السياسات الاقتصادية بش تقعد مربوطة بقانو المالية لسنة 2024 فقط نجمع نشاهده بعض التغيرات انتلاقا من سنة 2025